عود على ذيبد ميليشيات مسلحة تقتحم تحت جنح الليل وأعين القوات الحكومية ساحة اعتصام الحبوب في ذيقار إحدى الرموز الراسخة لثورة تشرين بملابس مدنية ومركبات لا تحمل أرقاما وبأسلحة خفيفة ومتوسطة هاجمت الميليشيات متظاهرين عزل لا يملكون سوى صوتهم وحراكهم السلمي أمام سلطة قوامها أحزاب وميليشيات تدير البلاد بالحديد والنار سقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى من المتظاهرين في هذا الهجوم الدامي خصوصا أنه تم في ساعة متأخرة من الليل أعقب ذلك إحراق لخيم المتظاهرين ظنا من الفاعل أنه سيسكت صوت الشعب الهادر الهجوم هو الثاني على ساحة الاعتصام في الناصرية ولفداحة القمع في العراق قد لا يستغرب الحدث لكن قد يسأل أحدهم لماذا الناصرية تحديدا تتمحور الإجابات حول عزيمة ثوار تشرين في المدينة وإصرارهم على التغيير رغم الدماء التي سالت منهم الكثيرون يرون ذقار أنها عاصمة ثورة تشرين وسراجها المنير وذلك ترجم بالاستجابة الأخيرة للمهلة التي حددوها قبيل التصعيد السلمي للتظاهرات هذا فضلا عن قطع ثوار ناصرية قبل غيرهم الطريقة على الأحزاب والتيارات التي حاولت ركوب الموجة فكان الهتاف للعراق فقط حرق الخيام وقتل المتظاهرين العزل لم يثني عزيمة المعتصمين فقد تقاطر أهالي المحافظة أفرادا وجماعات لنصب خيام جديدة والوقوف بوجه آلة القمع الحكومية والميليشياوية للمرة الثانية خاب الظن والمسعى بفضل الاعتصام في ذقار بالتزامن مع قمع متواصل في بغداد والبصرة وغيرها أمام صمت مطبق من المجتمع الدولي وهو يشاهد شعبا أعزل يطالب بوطنه وسلطة تقتله دون أي رادع أو قطرة من حياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر